السلام عليكم أعطيكم العافية جميعا اليوم إن شاء الله سنكمل موضوعنا عن Purine Metabolism في المحاضر الماضي حكينا عن Purine Synthesis وهذا المحاضر نحن نحكي الموضوع أبسط بكثير وهو Purine Degradation التفريغ كان من عمل زملتنا أمانه وترخيغ زملنا عثمان فأطيهم ألف عفعة شغل تبعها اوكي Degradation of Purine Nucleitars ايش مكتوب عنا بأول سطر Degradation of dietary nucleic acids occurs in the small intestines يعني النucleitars اللي بتيجي من diet رحصل لها Degradation مفهومة بس الواحد ممكن نختبر السؤال شو بالنسبة للنucleitars والنucleic acids اللي بنايتم دينوفو بجسم الرسال مو في نucleitars كانت تطلع من دينوفو وان هاد بصيلها Degradation هاي اللي نucleitars بصيلها Degradation وهناك لما سيلها Degradation تعطينا هاي اللي تطلع معاي بتطلع على Servic Pathway بترجع تكون نucleitars من اول وجديد هاي بالنسبة للنucleitars بتتكون دينوفو الجسم الانسان اما النucleitars اللي بتيجي مع الدييت هاي بتطلع على Small Intestines مثلها Degradation هناك واللي Free Basis اللي بتطلع معاي على اغلب ما بترجع بتدخل بتكمل الديجريديشن لحد ما تعطيني اللي هو Lyric Acid اوكي كيف المكنزمة هي بصير بالضبط تيجي عندي لنucleic acids مع الدييت بتدخل لل Small Intestines وتوصل هناك بكون في هناك بانكرياتيك انزامز انزامز طلعت من البانكرياس على Small Intestines عندي نوعين من الانزامز اللي مفروض نعرفهم بالمجمع ثلاثة النيوكلياسيس النيوكلياسيس عندانو اجيس رابو نوكلياسيس و دئوكسرابو نوكلياسيس النيوكلياسيز من اسمع تشغل على الارنيا و دئوكسرابو نوكلياسيس في الديينين شما بدى عملهم نوكلياسيس بمسكروا وكسروها لسيجمند اس brut عليها الاولييجو نيوكليوتياتيز بعدين بتيجي بتينجاتك نزام ثانية سمع ح Tiere المونو نيوكليوتارس بتكسرها لمونو نيوكليوتارس حلو؟ يعني نيوكليك أسير بتكسرها لأوليغون نيوكليوتارس يعني بتيجي فوسفو داستريس بتكسرها لمونو نيوكليوتارس اللي نيوكلياسي الفوسفو داستريسي نفس مبدأ العمل تقريباً والثنان عبارة عن pancreatic enzymes خلنا نكمل على الرسمة هنا هسه ايش مكتوب بالـ المونو نيوكليوتارس اللي طلعت معنا بعدين بتروح بتدخل على intestinal mucosal cells او الانتيروسايس وهناك بتكمل الـ pathway تبعها بالنسخة السابعة شو مكتوب؟ انه اول step من الـ degradation تبع نيوكليوتارس بتصير على الـ surface تبع الـ cell والباقي جوه يعني الدكتور ماذا تصراح التفصيل هاد او هاد بس انا كتبت لكم شو حصل مكتوب بالنسخة السابعة انه نيوكليوتارس بعدين بتدخل على الـ intestinal cells وهناك بتكمل الـ pathway كامل ماذا الـ pathway سيحدث معها؟ نيوكليوتارس سيأتي لها نظام اسمها نيوكليوتارس ستسحب منها الفوسفات وتحولها الـ Nucleocides هاي اول step نيوكليوتارس سيأتي لنظام اسمها نيوكليوتارس أو نيوكليوتارس ستسحب منها الشقر ستحولها الـ free base ستضع لنا حسب الـ Pyramidines على الجنب احنا بدنا الـ Pyrene bases الـ Pyrene bases تكمل الـ pathway تبع الـ degradation تتحول الـ Lyric Acid اليورك أسد هاي الـ Structure عندي ضارة اكسجين على الكربون السارسة ضارة اكسجين على الكربون الثاني ضارة اكسجين على الكربون الثامنة يعني اقرب اشي له عنوه الزانثين لو الزانثين تذكره كان عنده اكسجين عدد الكربون ستة اكسجين عدد الكربون ثنين هون في عند زيادة اكسجين عدد الكربون ثمانية فرح تشوفوا انه الـ Free bases هاي الـ Pyrene بتطلع معي اخر اشي بتتحول إلى زانثين بالـ pathway بعدين الزانثين بعمله اكسجين بحاوله لـ Lyric Acid فشو صفه معناه الـ Pathway Nucleic Acids بتتكسر الـ Oligonucleotides الـ Nucleotides بتتكسر الـ Nucleotides بتدخل على السلز بتتكسر الـ Nucleocides الـ Nucleocides بعدين بيجي انزام الـ Nucleocides بتسحب منها الشجر وبتحول لها الـ Free bases الـ Free bases بعدين بتكمل الـ Pathway بعد الـ Degradation بتتحول إلى زانثين هو يعني غير ما نحكي common compound مناتهم اخر اشي والزانثين بعمله Oxidation عشان تحول الى Uric Acid هسا خلينا كيف بيصير الشغلة step by step اوكي انا جبت الـ Nucleic Acid كسرته طلعت منه الـ Nucleotides ايش ممكن يطلع الـ Nucleotides AMP او GMP حنا نشوفها مع الرسمة هنا اوكي كسرتهم الـ Nucleases و الـ Fosfodactylases طلع عندي جوانين الـ Nucleotides هسا لو لاحظتوا اللي بيطلع عنا AMP مش ADP و الـ ATP يعني واحد ممكن نخطع به الاشتراع لماذا AMP و GMP ستشوفوا الى قدام انه الـ Nucleic Acids مثل الـ DNA والـ RNA الـ Nucleotides جما تكون موجودة بالـ Nucleic Acid Chain بتكون على شكل شو مونوفوسفيت يعني بتكون مثلا اديونسين مونوفوسفيت مربوطة مع مثلا ساديدين مونوفوسفيت عشانك لما اكسرهم بيطلع عندي الجوانين مونوفوسفيت والأدينين مونوفوسفيت هسا حكينا طلع عندي GMP و AMP شو بنعمل بالـ Nucleotides بكسر الـ Nucleotides بيسحب منها الفوسفيت بيطلع عندي الـ Nucleocides الـ Nucleocides شو بتعمل بتسحب منها الشجر بتطلع للباس بالنسبة للـ GMP حسنا بالنسبة للـ AMP لا الـ AMP لازم تتحول لـ IMP وتكمل أو تتحول لـ Nucine لازم تتحول لـ هابوزنتين لا تستطيع تكمل على شكلها في طريقتين انه الـ Nucleotides تكمل والطريقتين تعطيني نفس الـ Out يعني انه بجيب AMP و بحول الـ AMP ماذا سيحدث هنا؟ سيحدث الـ 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 احسن الـ تحول الكربون السالسي بالـ tam اضع الـ 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 راتخ عالب الـ 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 المحمه الضواجاتي المحمه الضواجاتي فص stitches إنو سين لحظته تفقد انså نفس الشهر لكن نكتب ابتلك في عرسله ثم نقدر مؤخرا انو سين عصاة نوكليسارفور الijoanucine والانو سين الijoanucine هنا لكي القاتل لديه المستعملة الحصائية حيان stealth المثال المثال كيف اتحاول growth سكن من ثاني وفised الزين بسبب ثاني المثال مما سكن من ثاني سكن من ثانية بالحبت الزانثين للزانثين بعمل فوكسيدياشن ايظام كما ا garments اليوريك اسد لدي اضرطه اكسجين على الكربون السادس والثامني وهذا ما يفرج عن الزانثين الزانثين عنده اكسجين على الكربون السادس والثامني بس ما عنده هاد الا الثامني هاد من اين بتيجي؟ هاي بتيجي عن طرق اخر سبل هو الزانثين اوكسيدياز انزام أوكي؟ دعونا نشوف هنا السريع حكينا لدينا الامP وعن الجي ام بي فعن كمان الاي ام بي كان نيوكليوتادي يعني هدول ممكن نحكي البرين نيوكليوتادي زي ما شفتو الاي ام بي رح تتحول لاي ام بي او انوسين وتكمل الباثوير يا انه الاي ام بي تتحول لاي ام بي عطريق الاي ام بي دي امينيز وتكمل للانوسين وتمشي او انه الاي ام بي تتحول لادينوسين عطريق الانوسين بعدين الادينوسين تتحول عطريق الادينوسين دي امينيز للانوسين Adenosyn Diason in Amines انتم بيئا بعدها في عجم الليلut عضل tyr municipalities سوسط إشتركين الاثانين قام بالنكاس السبب يرى السبب أو البحر الموض veure الملائي يجب رأي العمل أساس Cy leisure عطبة احضر حيث حسنا ماة ممكن يطلع عندي بسبب نتناتي في الانسام او بسبب أصرح عندي تتخطي عندي نبدأ بالجوء بسبب الهوائي المصطلح الالمي يمكن نتخص الهيبر يوريسيمية ماة ممكن نسبب لي للهيبر يوريسيميا هذه. الورك اسد كيف يتخلص الجسم منه? لما يتكون الورك اسد يجب جسم يتخلص منه فأولمه على البلد. بعد انه من البلد بروع الكدنيز واليورك اسد يطلع عن طريق اليوران. صح? هيا. انه يجب ان يتخلص الجسم تخلص منه عن طريق اليوران. هيا. اذا صار بعد الكدنيز القديمة هي انه بطلت أن تطلع يورك اسد بشكل كبير سوف نصبح الهبروثيميا و نزيد الهبروثيميا الطريقة الثانية ممكن تعمل الهبروثيميا هي لشو لليورك أسد ومثال عليها لشنيهان سيندروم اللي راح نشوفها كمان شوي اغلب الحالات الـ هبروثيميا بتكون سبب تكون مشكل بالكيدنيز الـ اقل من 10 بالمية من الحالات وعادة تكون سبب حكي نزل لشنيهان سيندروم و ها السمينشوكي حسنا الهبروثيميا هاي ايش ممكن تعمل كيف ممكن تأثر على الجسم دعنا نبدأ الهبروثيميا عندي يورك أسد عالي بالجسم هسا الهبروثيميا بالجسم على الـ pH الطبيعي بكون عندي موجود مثلا على الـ Enol form الـ Enol form انه بكون عندي مش دبل بونت اوكسي مثلا بعدين اوكسيجين لا بكون عندي هادوكسي الجروب بدلها حسنا بكون عندي OH هاي اليورك أسد بالـ pH الطبيعيه بالجسم رح يتصرف كأنه ويك أسد كيف يعني؟ الويك أسد شو بعمل حسنا ما بتذكر بالكيميا هو عبر عن هارجين دونر رح يعطي الهارجين تبعته صح؟ ورح تصير عنده نيجاتيفي تشارج اللي هي الـ O- نيجاتيفي تشارج رح تجينا صادم معها فوزيتيف تشارج اوكسيجين عندي مركب اسمه مونوصاديوم يوريت يعني بدلش بـ يورك أسد يورك أسد خلص من الـ الهارجين تبعته يعني رح تصرف على انه أسد بالـ pH الطبيعيه بالجسم هو 7.4 رح يعطيني يوريت ايون يوريت ايون بعدين بارتبط مع الصاديوم فبعطين اشي اسمه مونوصاديوم يوريت او الصاديوم يوريت هذا ممكن large term بموصيل عباره عنirk ويد صادم يوريت هو المكون الأساسي الى ولاينيز البعط الطبيعي نسيتم اوركسي جيدة اشياء التفاصيل الدكتور ما حكتها بس انه حلو تفهم وكيف الوريك أسر سيحطيني الصوديوم يوريت بالجسم اوكي فالصوديوم يوريت ها شو بعمل؟ بعملي كريستاليزيشن بالجونتس وين بالتحديث؟ بالسينوفال الموجود بالجونتس باللونيك تبع الجونتس لما يعمل هناك كريستاليزيشن رح يتصير الاميون سيلز تحاول تيجع على المكان هادا وتحاول تعمل انقلف لها الكريستاليص بصحة رح يصير في عندي انفلميشن بالجونتس لما يشير عندي انفلميشن رح يصير عندي كوبتلكيشن بالجونتس رح يصير في عندي سويلينج رح يصير في عندي بسبب شو الانفلميشن اللي بحاول تعمل الاميونس ضد هاي الكريستاليز اوكي اول اشيه تكون الشغلة اكيوتان تيجي لو واحد بره مثلا اتاك بشر عنده انفلميشن بالجونتس كذا بيتروح وبعد فترة برجع كمان اتاك واذا ما علاج الموضوع من اولها صح يمكن ان يتحول عندي مرة يعني يصير الشغلة عنده الاتاكس يصير تيجي اكثر من المرة والموست كومون سايت انه يصير عندي هاي المشكلة بالجونتس والسويلينج هو الجونت تبع البكتو هاد اكتر مكان ممكن يصير فيه الاتاكس ممكن ان تصير الاتاكس باي جونت والجسم بس اكثر من خمسين بالمئن من الكاس ستكون وين بجونتس ممكن ان تصير فيه ممكن ان تصير فيه ممكن ان تصير فيه لانه اي اشي يعني اي اشي رح يجمع رح يجمع رح سبب لمشكلة ممكن ان يكون عندي فيه كالسيوم كدنيس ممكن سستين كدنيس اوكي يعني اي اشي يجمع بالكدنيس ممكن سبب لشوف كدنيس في الجوانتس عشان الاميون سيلس بتيجي تحاول اشياء الاميون سيلس وليس المسيئة من ان ثمه لرجاع الانفليميشن كيف ممكن اخافر في الوجوع لهذه الناس ممكن اعطيه انس اي 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 يي اي 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 شايف انت ويقف الانفليميشن اوكي الدكتورة لم تذكرتها النقطة كمان بس الصراحة المفروض تعرفوها كيف اعمل دياغنوزيز لغاوت اذا اجاه المريض بعمل له اسفار اشاني يعني باجيب نيدل بسحب عينة من السينوفال الفلويد الموجود بالجوينت بطلع عليها تحت الماكروسكوب بتحديد البولارايز ماكروسكوب اذا شفت عندي صوديموريات كريستل بكون شكله هيك زي سبيرز اوكي بكون اشي شارب زي نيدلز اذا شفتها تحت الماكروسكوب هاد بحكي معها هفر يوريسيما والله ممكن يصير معها غ اوكي هيك ممكن اعمل دياغنوزيز للدزيز هسا ليت فيتماد حكينا الاكيوت اتاكس ممكن كيف اخفف الوجع المريض اعطي انا سيدس بعطي انا سيدس بخفف الانكميشن بخفف البيان بس انا ما عالش المشكلة من الاصر يوريك اسيدز ليفر زيسا عالية كيف ممكن اعالج هاد النقطة لازم استخدم ادوية بتقلل ليفر سباة يوريك اسيد واشهر مثال هو الالوبيورنول هو عبارة عن Structural Analog للهابوزنث اللي ركزوا عليها structural analog بش بشكلهابوزنثين بس ما بشغل نفس الشغل بالعكس وبعمل انهيبشن للزنثين اوكي و معلومة زيادة انه الالوبيورنول لما يدخل عالجسم بتحول لشوك لاكسيبيرنول و لما يتحول الاكسيبيرنول الالوبيورنول والاكسيبيرنول بعد بعض بروح بابلول انهيبشن للزنثين اوكسيبيرنول اوكي طب لو عملنا انهيبشن لذينتين اوكيديز انظام ايش ممكن يسين عندي اي لما تعمل لما تعمل انهيبشن لانزايم بدك يتوقف الاسم رحصير اكوموليشن لشو لالminute السبز اللي قابلي يعني الهاب وزانتين وزانتين رحصيرهم اكموليشن لو من انكون اضاقة الصراحة الهاب وزانتين رحصير له اكموليشن اعلى بكتير ليش لانه كمان الزنتين اوكيديز اللي بحوول الهاوبوزانثين. للسانثين ممكن كمان يصل جزء من الهبوزانثين. فعشان هيك ايش رح يجمع عندي بشكل كبير. الهاوبوزانثين لانه الباثيوبطل يوقف بطل يمشي. فلما يجمع عندي الهاوبوزانثين كثير. ايش هاد الاشي بفيدنه انه ما يجمع اليورك أساد. الهاوبوزانثين مو سيليبات من يوريك اسد يعني ما راح يعمل لي الانفلماتيور السبونس ما راح يعمل لي ما راح يعمل لي مشاكل وانفلميشن اوكي؟ ممكن يطلع مع اليورن بشكل اسهل بكثير من اليوريك اسد وغير هيك الهابوزانثين وين بدي يروح الهابوزانثين لما تراكب عندي بكمية كبيرة راح اروح على السابسة باثوي صح؟ لما يدخل عال السابسة باثوي لو بتتذكر السابسة باثوي ايش هناك انا بستهلك كمان مع الـ PP ادعولي قليلا على الديناوبو باثوي تبع البيورينز الخطوة الثانية اللي هي الانزام تبعها الاغلوتامين فوسفورايبوزيل باورو فوسفيت امايدو ترانسفيريز هاي الخطوة اللي هي الكميتيج ستيب الريتليميتيج ستيب البيورينز حكينا ايش بعمل اكتيفاشن بي ار بي بي صح؟ فتخيل انك استهلكت البي ار بي بي الموجود عندك بشكل كبير الكنسترشن تبعه قلب ايش حصير من الاكتيفاشن لهادي انزام رح يخف يعني رح يخف الديناوبو باثوي يعني رح يخف النيوكليوتارز اللي بتطلع عندي وما انه خف النيوكليوتارز اللي قاعدة بتتكون رح خف النيوكليوتارز اللي قاعدة بتتراكم اللي ممكن تروح الديكريديشن باثوي صح؟ فعشان هيك الهابوزانتي لما يتراكم عني غير فادت انه مارسولوبيل ذانيورك اسيد ما رح عمل لي مشاكة تباك تريك اسيد بسهلك للبي ار بي بي وبالتالي بقلل لي الاكتيفاشن تبع الدناوبو باثوي ما بطلع عندي النيوكليوتارز كثير وبالتالي ما رح يدخل النيوكليوتارز كثير للباثوي تبع الديجريديشن ثاني دس اردر هي الليشنيهان سيندروم الليشنيهان سيندروم هاد عبار عن اكسلينكت ريسيزيف دس اردر تكون مشكلة ميوتاشن بالجين تبع الهجي بي ار تي انزام الموجود وين الليشنيهان ماهجوبيوتارز موجود بطلع عندي السيندروم وهي الليشنيهان سيندروم نتخيل صار عندي ديفشينسي بالهجي بي ار تي يعني رح واقف سلبش باثوي تبع الهابولزانتين ولا مهاجوانين صح يعني ما رح تكون عندي اي 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 كثير ستقل ليفر السبعتهم ولو رجعنا كمان مرا للانزام يزال البيعاتي بالدينوفو باثوي اللي اي 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 عبار على انهيبترز فلما يقلل لفل سبعته تقلل الانهيبيترس وبنفس الوقت لما ما يقدر يدخلوا على السلفش باثوية تبعهم شو رح يسير ما رح نقدم سهلك البي ار بي فيه صح؟ مدام ما سهلكنا البي ار بي فيه رح تكون لفل سبعته عالي كثير بالجسر فكمان نفس اللي شحكينا البي ار بي فيه بعمل اكتيفاشن لاغلوتامين بي ار بي ار بي اماندو تانسيري والتالي رح تزيد الاكتيفيت كمان اكثر واكثر فعشان هيك الدي نوفو باثوي رح يكون اعلى الاختيفيته رح يكون لدي نوكليتارس كثير ومنه عند الدي نوكليتارس كثير رح يدخل الدي نوكليتارس نوكليتارس اعلى بكثير من قبل زي ما حكينا قبل حكتلكم ليش نيهان سندروم سبب لهابر يورسيمي عطريق الاوبركروداكشن عرفتوا ليش؟ لانه رح يزيد الدي نوفو باثويس بشكل كبير نوكليتار رح تطلع عندي بشكل كبير وهي النوكليتارس كلها رح تزيد لي الاتفتي تابعة الديكبريديشن ورح يكون عندي يوركاسيت اكتب ايش مشاكل ممكن سببها باريوسيميا ازي قبل اذا ما حكينا بقاوت ممكن يكون عندي لاحظة لدي ممكن يكون عندي يوروليثياسي ايش ممكن يكون يساعد اندي اشياء كمان في هاي سندروم ممكن يكون عندي موتور ديسفنشن كوجنيتير ديفيكتس وهو ترجمها إذاعي النفس مثل واحد يعد شفاف يعد أصابعه آخر ديس أوردر عنا هي الأدينوسين دي أمينيز ديفيشنسي هسا الأدينوسين دي أمينيز حكتلكم خلوه ببالكم صح نرجع هناك عرسمي شو بعمل الأدينوسين دي أمينيز بحاول الأدينوسين لإنوسين صح؟ هسا هذا الأنزيم موجود بشكل عام يعني بمختلف التجارز بالجسم بس وين موجود بأعلى كمية؟ موجود بالليمفوسائتس عندها الهيست اكتيكتور انزام لأنها بتعمل ديفيشن بشكل سريع كثير بظل تعمل ديفيشن بليمفوسائتس لأنها هي شغلته باليميون سيستم ما بتقدر توقف لازم تعمل ديفيشن جدد الليمفوسائتس اللي عندك فبتحتاج يعني بتسخدم هاد الأنزام بشكل كبير كثير فنفترض صار ديفيشنسي بهذا الأنزام ايش ممكن يشير عندي؟ لو صار ديفيشنسي بهذا الأنزام زي فكرت قبل الزلتين أكسيداز اللي عمنا له انهيبش عن طريق الألوكينورول رح تزيد السبستريات كثير اللي هي شغلها بوزنتين صح؟ طب نفترضه نفس اشي صار عندي ديفيشنسي بالأدينوسين دي أمنيز ايش السبستريات تبع الأدينوسين؟ الأدينوسين رح يزيد كثير بالجسم لما زيد الأدينوسين كثير بالجسم سبونتاني وسلي لح تحوله شيء رابون نوكلوتارس سوف تحقيب على فوسفات اللي بخوفني منهم الدي اكسي اي تي بي الدي اكسي اي تي بي لما نجد لفل سبعته تضاكرووا شو كنا بالمحاضرة الأولى الرابون نوكلوتاردداكتاز conventional الرابون نوكلوتارس لما نزيد السبعت الدي اكسي اي تي بي سوف تفعله لانه ينهيبشن لرابو نوكليتازي و لما تعمل إنيبشن لهذا الانزام سوف يبطل أن يتكون عن دعوكسرابو نوكليتاز يعني سوف أبطل أكثر فقط لعمل دينيا و حكينا لأنه ديينا سنتيسيز بديو دعوكسرابو نوكليتاز و وقف عندي الدينيا و من الى الوقت ب wh a p p ف عشان هيكة أكثر خلايب تتأثر هي اللومفوسات اللي عندها الاستكتفة في هذا الانزام اوكي لما يصير عندي دفشنس فيه سوف تتأثر بشكل كبير سوف تبطل تقدر تعمل DNA Application و ايش ممكن يصير هذا الاشي يعني ايش ممكن يعمل لي بالمو السفير فورم تبعت تبعت دفشنسي هذي لما تكون شديدة كثير سوف يصير عندي ايش اسمه سيفير كومباند اميون دفشنسي بصير عندي اميون دفشنسي بشو بالT cells وB cells ونشر كل السلس عشان كما نسميه تقريبا يعني كل الليمفوسات سوف يصير لها شو والT cells وB cells سوف يصير لهم شو تقريبا يعني تقريبا يعني هاي اميونولوجيكال والبشنس هون بصير معهم سيفيري كورنت انفكشنس وده ما علاجنا الموضوع من اول وما مشينا مع الموضوع صح من اوله الولاد الصغير ممكن يموت قبل موصل سنتين اوكي وهذا الازيز اسمه البابل بوي ديزيز ليش؟ لان البشنس منحطهم زي بلاستيك بابل عشان نحميهم الانبارونت برا نحميهم من شو من الانفكشنس البكتيري اللي ممكن نسيب لهم بس هون في نقطة نسيت احكيها نزعلها انه هاد عبارة عن اوتوثومال ريسيسيب ديزيز اللي شنو هنسيدهم حكينا شو اكس لينكد ريسيسيب اللي ادينسين دي عميز عبارة عن شو عبارة عن اوتوثومال ريسيسيب ديزيز اوكي اشري تريت ما ترح تكون غير انه احط مثلا بببل اللي عالم اتطور صراحة وصار في طرق انه ممكن احاول احل المشكلة جذريا من اولها يعني اطريق البون مارو ترانسبلنتيشن او الانزام في طريقة ثانية اسمها الجين ثيرابي بس دكتورا ما حكت عنها خلينا نركز على الثانتين الموجودين عندنا هون البون مارو ترانسبلنتيشن كيف فكرتها بجيب واحد هلثي باخد من البون مارو سيم سيلز من هناك السيم سيلز سببت البون مارو بتعرف بتطلع كل البلد سيلز كلهم فباخد السيم سيلز من واحد هلثي يابل ما انقولها على الشخص المريض ايش بعمل بعطيه كيموثيرابي الكيموثيرابي هاده بثبت الجهاز المناع عنده عشان لما اعطيه السيم سيلز اللي اجت من الدونر ما يرفضها الجسم تقدروا على البون مارو وتركاتر هناك اوكي طريق الانزام تيرابي بس يدعطي انزيكشنز من الانزام للشخص المصار عشان ارفع الليفل سبك الانزام هاده اوكي هيك ما يكون خلصنا صراحة المحاضرة كثير سهلة وكثير صغيرة وما فيها اي تعقيد يعني هالاشياء المطلوبة منكم الصراحة وكمان فيكم منقطة زيادة حكيتها بس مش غلط تعرفوها لانه بتساعد على الفهم اوكي هيك ما نكون خلصنا احنا البيورين ديجريداشن والبيورين سنتيزز يعني ما نكون خلصنا احنا البيورين متابوليزم كامل بالمحاضرة الجاي ان شاء الله رح نحكي عن البيورين متابوليزم السنتيزز والديجريداشن اي سهل عندكم تواصل معاي وانا جاهز ان شاء الله ما بقصر معكم باي اشي يعطيكم عليه فعافية